أعوذي الله من الشرطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما تحليل في الوحدة العاشرة ملوثات المواد الإشعاعية نواصل شرح محتويات هذه الوحدة وهنا اليوم نتعرف في هذا المقطع على وحدات الجرعات الإشعاعية الجرع الإشعاعية هي مقدار التعرض للإشعاع مقدار التعرض للإشعاع وهناك نوعان من الجرعات الجرعة الجسدية physical dose وجرعة حيوية biological dose الجرعة الجسدية هي الجرعة الممتصة وتغدر بكمية الطاغة التي أودعت في وحدة الكتلة في الأنسج البشري أو أي وسط آخر الوحدة الأصلية كانت تسمى الرات R.A.D. هنا وهي تساوي 100 إيرغ بير جرام والآن استبدلت وحدة الرات بوحدة النظام الدولي وهو الغري اللي هي غري وترمس هكذا جي واي كابتل جي واي وتساوي جول بير كيلو جرام حيث أن واحد غري ساوي مية رات وهذه الوحدة العالمية الجديدة اللي هو الغري وتساوي مية رات بالوحدة القديمة اثنين الجرعة الحوية وتعرف بجرعة التعادل Dose Equivalent ويعبر عنها بوحدة الريم وحدة الريم ولكن وحدتها الآن هي السيفريت واحد السيفريت يساوي مية ريم واحد السيفريت يساوي مية ريم بالوحدة القديمة هذه الوحدة الجديدة وتعكس الجرعة أن الضر البيانيليجي سببه جسيم الإشعاي ولا يتوقف فقط على الطاغة الإجمالية المودعة في الجسم في الأنسجة الحيوية كانت الوحدة الأصلية لقياس مقدار النشاط للسعاي هي وحدة الكوري CI وتتوافق مع جرام واحد من الريديوم 226 حديثا تم استبدال وحدة الكوري بوحدة أصغر منها تسمى بيكرال تسمى وحدة البيكرال واحد كوري يساوي 37 مليار بيكرال ونلاحظ هنا واحد كوري 37 في 10 أصي 9 بيكرال كما هذا الرمز واضح واحد بيكرال يساوي واحد إنحلال إشعاعي في الثانية وهذا تعريف للبيكرال إنحلال إشعاعي واحد في الثانية